قرن مضى على إعلان تأسيس الدولة العراقية بشكلها الحديث ومرت بمراحل مفصلية حتى أصبحت دولة محورية في الشرق الأوسط ورقما صعبا في المعادلة الإقليمية ولم تكن ولادة الدولة العراقية سهلة المخاض إذ عاندتها ظروف داخلية وخارجية قاسية لكن الحس الوطني عند النخب العراقية تمكنت من بناء جسمها السياسي وترسيخ وجودها على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي محطات مشرقة وأخرى مظلمة مرت على العراق حاله كحال الدول الأخرى بتأثير هيمنة الاحتلال البريطاني الذي لقي مقارعة سياسية وعسكرية قوية أعطت البلاد استقلالها لتبدأ رحلة التحولات السياسية على مدى عدة عقود ثمانون عاما من عمر العراق بإرثه الحضاري وأرشيفه التاريخي الكبير بدت وكأنها تتلاشى مع أسوأ احتلال واجهه العراق في عمره الحديث ممثلا بالغزو الأمريكي وتذاعياته من الهيمنة الإيرانية وتشكيل العملية السياسية الفاسدة الدولة التي امتدت لهذه السنين الطويلة كانت عشرون سنة كفيلة بهدمها تمزق اجتماعي وانهيار مؤسسات الدولة وترد اقتصادي وتشضي المؤسسة العسكرية ليصبح العراق بعظمته مهددا بالزوال والخروج من بوابة الحاضر إلى مستقبل مرعب لجميع أبناء العراق العراق الذي تأسس في ظل وجود الاحتلال بدأ ينهار في ظل وجود الاحتلال الجديد وذلك لأن الاحتلال البريطاني الأول جوبها بقوة وطنية تسيدت الموقف ورغم أخطائها أبقت الانتماء الوطني الأساس الجامع لها بينما العملية السياسية التي نشأت بعد الاحتلال الأمريكي كانت معول الاحتلال لهدم الدولة بل فاقت قوى الاحتلال في تمزيق العراق وضرب مؤسساته ومحو تاريخه ومحاربة حاضره وقمع كل حراك يريد إنقاذ العراق من الهاوية ترجمة نانسي قنقر